واحدة من أغرب وأعقد الظواهر التي حيرت علماء الفلك والرياضيات تحدث مرتين سنويا في مصر وينتظرها الناس في كل أنحاء العالم إنها ظاهرة تعامد الشمس على وجهة مثال الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سنبل بأسوان والتي يحضرها العديد من الزوار من كل أنحاء العالم ليشهدوا على عظمة وحضارة المصريين ظاهرة فلكية غامضة متباينة التفاسير تتحقق على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني مرتين كل عام استحتفل مصر بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سنبل في حدث يحرص ألاف الزوار من المصريين والسياح على حضوره كل عام معبد أبو سنبل الذي يعد أحد أكثر المعالم الأسرية جمالا في مصر بني في عهد الأسرة التاسعة عشر بقرار من الملك رمسيس الثاني الذي شايد بجواره معبدا لزوجته الملكة نيفرتاري ظاهرة تعامد الشمس رصدتها الكاتبة البريطانية إيميليا إدوارد في شتاء عام 1874 ويعد كتابها المنشور في عام 1899 ألف ميل فوق النيل هو أول توسيق مكتوب لهذه الظاهرة الفريدة التي تبدأ مع شروق الشمس وتستمر لمدة عشرين أو خمس وعشرين دقيقة فقط ويبلغ عمر هذه الظاهرة نحو 33 قرن من الزمان النهاردة يعني بنشوف أكبر مثال على الروعة والجمال والحضارة سواء للمصر الأديم أو المصر الحديث طب في المصر الأديم فيه ظاهرة فلكية لم ولن تتكرر في العالم بأكمله وهو شروق الشمس وتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني هي تعتبر دعاية طبيعية للسياحة في مصر من إبداع المصر القديم اللي تحكم في دخول الشمس في مبنى ضخمه بالحجم ده مرتين في السنة في توقيت معين لمدة معينة لأن ربعا المصر القديم معروف أنه قبل ما يكون مهندس لابد أن يكون درس علم اللهوت وعلم الفلك ويعكس التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريون في علم الفلك والنحط والتخطيط والهندسة والتصوير الشعة الشمس تخترق الممر الأمامية لمدخل معبد رمسيس الثاني بطول مئتي متر حتى تصل إلى قدس الأخدس الذي يتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثاني جالسا وبجواره تمثال الإله رعحور أخته والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح وتتعامد الشمس على وجه سلاسة تماثيل فقط بينما لا تتعامد على تمثال الإله بتاح لأنه إله الظلام عند المصريين القدماء استنى كل سنة شهر عشر أو شهر اثنين أننا أجي الاحتفالات بتاع التعامد الشمس وحاجة جميلة واستمتعنا والسنة دي العدد كان كبير جدا إن كانوا السياح أو مصريين وتشرفنا بهم طبعا والاحتفال كان جميل جدا أول مرة إيجي طبعا واستمتعت جدا بالعدد المهولي اللي موجود ده وياريت كده دائما على طول يبقى بلدنا واسعة للناس اللي بتيجي تخش بلدنا دي وكان ظاهرة تعامد الشمس تحدث يومي الحادي والعشرين من أكتوبر والحادي والعشرين من فبراير من كل عام حتى جاء العام الف وتسعمائة واربعة وستين وبعد نقل معبد أبو سنبل وتقطيعه لإنقاذ من الغرق في بداية الستينيات من موقعه القديم الذي تم نحته داخل القبل إلى موقعه الحالي لتصبح تلك الظاهرة الفريدة تتكرر يومي الثاني والعشرين من أكتوبر والثاني والعشرين من فبراير من كل عام